تجربة جديدة في الزراعة اعتمدتها العتبة العباسية المقدسة من خلال مشروع الساقي للمياه البديلة في صحراء محافظة كربلاء ليحول جزء منها لمنطقة خضراء باستثمار تلك الأراضي بزراعتها النخيل وعددا من المحاصيل الزراعية الأخرى مشروع الساقي مشروع المياه البديلة أصل المشروع أصلا مشروع مياه بديلة في حال انقطاع المي على مدينة كربلاء صار حفر مشروع مات الدولة باشرنا بحفر آبار وبعد ما انتفت الحاجة من الآبار ما استفادوا من عند الدولة باشرنا بزراعة النخيل يعني هو مشروع وطني لحفظ هوية البلد هوية البلد هي النخلة مزارع عدة تمت زراعتها بأصناف مختلفة من النخيل جاءت هذه الفكرة للمحافظة على السلالات الأصيلة للتمور العراقية وتعمل الملاكات في المشروع على إدامتها ووقايتها بمبيدات أحيائية من شركة خير الجود لتقنية الصناعة والزراعة الحديثة توجد مزارع الساقي لانتاج التمور أصناف نادرة تقريبا ما يقارب أكثر من 80 صنف تمرين إن شاء الله بأكثرها وأيضا بالنسبة للبرامج المكافحة والعناية بالنخيل نستخدم دائما نفضل المبيدات الأحيائية نفضل اللي نحن ناخذها من شركة خير الجود لتابع أيضا العتبة العباسية المقدسة مشروع الساقي واحد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في البلاد الذي يساهم بالحد من ظاهرة التصحر من خلال زراعة مساحات كبيرة من النخيل والمحاصيل الأخرى وبذلك يوفر فرصا لتشغيل الأياد العاملة فضلا عن أنه مشروع للمياه البديلة في محافظة كربلاء باستثمار المياه الجوفية في صحرائها